أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات العزاء كما حدث في فترة الكورونا والإغلاقات التي منعت الناس من الخروج من بيوتها وأبقت نسبة كبيرة منهم بلا عمل لفترة طويلة نسبيا جاءت الحرب وألحقت ضربة جديدة بجمهور العمال والعاملات من قطاعات عمل مختلفة بالذات العاملين في مجالات السياحة وفروعها والمطاعم وقاعات الأفراح وغيرها الكثير عن حقوق العمال ومصارات المساعدة التي تقدمها مؤسسة التأمين الوطني لمن فقد مصدر رزقه في هذه الفترة وتم إخراجه لإجازة غير مدفوعة الأجر نريد الحديث مع ضيفنا في الستوديو جودة برانسي وهو موظف في مجال خدمة الجمهور في مؤسسة التأمين الوطني أهلا ومرحبا بك جودة وسلم أهلا ومرحبا حادي كيف الحال هل صحيح في اللي أنا قلته في المقدمة الفترة هذه بتشبه فترة الكورونا؟ نوعا ما شبيهة لإلها بهذه الفترة فترة الكورونا كان هناك في أدة محلات عمل سكرت بسبب الوضع الصحي اليوم الوضع بيختلف عشان الوضع الأمني فخلينا نشرح بالأول شو يعني الحالة اللي صار فيها المجتمع حاليا ما كانش في جهوزية تامة من كبل المؤسسات الحكومية لهذه الظروف الطارئة فهناك تم بأسرع ما يمكن الحصول على كدر مكان من تسهيلات للمواطن في دولة إسرائيل عشان نستوعب الكم الهائل اللي تم إخراج كثير من العمال بإجازة غير مدفوعة مسبقا مجودة خلينا نشرح للناس ماذا نعني بمصطلح إجازة غير مدفوعة الأجر هيك بشكل عام هذا المصطلح موجود حتى كبل الحرب وكبل الكورونا موجود في مرات بس يعني في عداد قليلة عداد قليلة جدا من أصحاب العمل اللي ما في عندهم إمكانية أنه يعطيك حاليا مكان عمل يخصص لك في أجر معين لفترة معينة فهو لازم يقدم استنادات طبعا استنادات عن طريق مدقك الحسابات وعن طريق الشركة نفسها أنه أنا ما بقدر أعطيك هسا محل شغل ضمان شغل فأنت بتقدر توجه للتأمين الوطني هسا بهذه الفترة إحنا كنا أوليش نطلب بالإضافة لهذا الأشي مرفق معها كدش إليك أيام عطلة سنوية عن طريق صاحب العمل أولا كنت لازم تستغلها وبعدها وبعدها أنت لازم تتوجه للتأمين الوطني على أساس أنك تقدم البطالة السؤال الشخص أحيل لإجازة غير مدفعة الأجر ماذا يجب أن يفعل لكي يحصل على مصدر الرزق الإجازة الغير مدفوعة هي نفسها نفس حقوق البطالة هي تدخل ما يفرك عنها؟ لا يفرك أو شيء أنت تفوت في نطاق البطالة البطالة هي بشكل عام دعنا نرجع للورا شوي لكي نشرح البطالة وكيف تتم دخول هذه الفترة المغير مدفوعة فيها عندك خمس شروط وهي برضو تضمن هذه ما هي هذه الشروط؟ الشروط أول شيء لازم تكون مواطن دولة إسرائيل الثاني أنا لأمر من جيل 20 إلى 67 أحكي لذكره الإناث على حد ينسواه ثلاثا لازم يكون عندك 12 شهر عمل خلال 18 شهر الأخيرة 12 يعني إلي ليس باستمرار ممكن متفرقات بالسنة ونص الأخيرة تشتغلت سنة على الأكد أنت تأتي عندك أنا أطلب منك 12 شهر من سنة ونص لورا نشر كسيمة راتب كسيمة راتب هو المعروف باسم تلوش بالضبط وليس شرط يكونوا بتعاقبات ليس من نفس الشغل وحتى لو يكون مشملان يعني كاف أنك تشتغل اليوم هذا أنت صاحب العمل مضطر يعطيك لقسيمة راتب أحكينا الثلاث اللي هو مواطن إسرائيل أشتغل سنة ونص من عمر سنة ونص والعمر من عشر من عشرين إلى سبعة وستين في الظروف معينة قبل العشر استثنائية بس نحن نفوت فيها موضوع جدا عميك أربعة طبعا الحصول من صاحب العمل على إكساء من العمل أو طرد أو فصل أو أنك حصلت على إجازة غير مدفوعة زي هذه الحالة بالضبط وخمسة أنك لازم تتوجه لمكتب العمل على إسم أنك تطلب عمل حصول هل التوجه يجب أن يكون وجاه جودة برانسي أو ممكن أن تقدم للمؤسسة من لطن عن ترك الإنترنت طلع نحن مثل فترة الكورونا نحن نعمل على مدار الساعة بالذات بهذه الفترة أعتقد المؤسسة الوحيدة التي اشتغلت من أول يوم في هذه المشاكل التأمين الوطني وكنا نشتغل على مدار الساعة وكان يوصلنا بكميات هائلة جدا عن طريق موقع الإنترنت وكما يوجد كثير مواقع التواصل الاجتماعية من أول قد عملية تموصلة معنا في أمر مواقع لها بدردشات عن طريق مندبين هناك كانت تتم العملية أسهل اليوم التأمين الوطني في مبتداء من سنة الآف وثلاثة وعشرين بلشنا بشكل معين أن إحنا نطلب من صاحب العمل أن يبعث لنا أو يرسل لنا إسمه توفيس مية وهو الأجر تعالي العامل على فترة معينة. سأريد أن نوفر على المواطن كل طلبات التلوشيم وهذه الشغلات. تسرع العمليين. بالضبط. إلى أي مدى أن ترى جودة أن العمال وأصحاب العمال مطلعين على هذه الطلبات. يقدمون لكم الاستمارات مش ناقصة. أو أنتم تتواجهوا هذه المشكلة. لأنني أتذكر أن الكورونا كان فيه كثير مشاكل. ناقص في الوراك. وكذا. أسهل ما على الموظف أن يسلم استمارة جاهزة. الدفع يتم بشكل تلقائي. وبالعكس يوفر علىنا جهد كبير. لا يمكن أن تكون الاستمارة غير مليئة. دعنا أترك إلى الخمس شروط التي ذكرتها. وكثيرا فاتت قصة التأمين الوطني في تسهيل العملية. أين؟ التأمين الوطني قدم أو دعنا نقول حف أصحاب القرارات في الحكومة. أنه سهل عملية تقديم الطلب أو التسريع من الدفع. كان في البداية مثل ما حكيت لك أنه لازم تكديم لي أكل إشي أنك طلعت لإجازة التي هي ثلاثين يوم. فهي تأمين الوطني حاول عن طريق صنع القرارات وحصل على أنه مكفيني 14 يوم من 14 يوم فوق. طبعا بحكي لك الإجازة الغير مدفوعة فقط تداء من 17 وليس من قبل لعين دعنا نكون آخر حداش. هاي واحد. اثنين مثل ما حكيت لك لازم يتوفر للمواطن 12 قصيمة أجور التي تطلبها صخار. التامين الوطني تقدم لصنع القرارات فتم خزل هنا لها 6 يكفي 6 من 18 عشان يتخفف على الناس. وفيش حاجة كمان أنك تجيب لإثبات أنك استغلت الأيام العطلة عن طريق الصحب العمل. وكان أول فترة لا يوجد استقبال جمهور في التأمين الوطني ولا في مؤسسة الحكومية. وانا ما هو الوضع؟ فاليوم رجعنا في مؤسسة التأمين الوطني الثانية وفي كل المراكز الكبيرة في إسرائيل أن نستقبل الفروع الرئيسي. الفروع الرئيسي. وكان مكتب العمل لا يوجد استقبال. فكان يكفي المواطن أن يتوجه عن طريق مواقع الإنترنت يعمل هناك تسجيل عن بعد. فهذا كان يكفينا على أساس أن نستمر في عملية الإجراءات الزقابة. سؤال جودة شخص كانت أقاضى مبلغ معين في نهاية الشهر قبل ما دخلت الحرب. واجهت الحرب وحلول للإجازة غير مدفعة الأجر. كيف يمكن أن يكون بعدها؟ تتعلق في الأجر. هناك شريحتين جدول موجودة عن طريق الإنترنت التي لم يكن قبل 28 سنة مبالغ معينة حسب الأجر. كل ما يكون الأجر على النسبة المئوية تقل. وفوق 28 سنة لهم حسابات ثانية. هل هناك معيار إذا لديه أولاد أو لا. لا. لديه أولاد والعمر فقط يتحدد عدد الأيام التي تستحكها للبطالة. كيف يمكن الإنسان دفوتك في بالأصل 175 يوم. ولكن اليوم لم يكن دخل في موضوع الإجهاز الغير مدفوع. ولا موضوع في المشاكل التي حصلت في الدولي. اليوم المرأة من فوق 57 وفي ما أنه جيل الخروج للتقاعد للمرأة. فالأيام البطالة الفعلية هي 300 يوم. ليس 175 يعني الثاني وكمان فعلية. حكيت لك بالأول أن الشرط الثاني هو جيل من 20 ل67 حسن أنت تحكي لي ما على فوق 67 وخرج بسبب هذه الظروف. طبعا اليوم في حوافز لتشغيل لفوق 67 يمكن مطالب في استمارة معينة جديدة مؤخرا تلعها. خاصة لها. طبعا المكافأة المالية والحوافز توصل لأدنى الأعلى 4000 شكل شيء من هذا النوع. برأيك من تعاملك مع الجمهور العربي بالذات أنت بالأساس تتعمل في مؤسسة نتانا في فرع نتانا ولكن لك تعامل منطقة الطيبة و الجمهور يعرف حقوقه أو جودات ؟ كنا مبادر لمحاضرات أكثر من مرة في مؤسسات في كالانساوي في الطيبة لأن في الفترة الأخيرة يجب أن يكون بكى ندوة في البلاد الطيبة ولكن بسبب الأوضاع تأجلت. فأعتقد اليوم المواطن العربي على دراية تامة عن طريق المواكع للتواصل الاجتماعي هناك يعني هناك ناس كانوا وصلوا لنا معلومات التي كنا لسا بخضم منه نعرف هذا الموضوع أو لا يعني فكان كل شيء مباشر تقريبا عن طريق الفيسبوك وانترك مواكع للتواصل الاجتماعي إذا قلت لك أقدم نصيحة للجمهور إلا اللي خرج لإجازة عمال أو لأصحاب المحلات اللي أخرجوا عمال وشوفت كلهم جودة كموظف بشوف المستندات أمامه أوكي أول إشي نصيحة أنا النصيحة بالتم أنا يعني أحس من كثر الأشياء اللي بوقع فيها خلينا كل الاستمارات لازم تكون مدرسة بشكل يعني يعني معبي بشكل صحيح بالضبط مثلا في كثير من واجه مشاكل خاصة في الوسط العربي كسط حساب بنك فيش ولا مخصصة مخصصة التأمين بتندفع بدون حساب لحساب ثاني لا زوجتك ولا لابنك ولا لأخوك حسابك أنت فقط لحالك فمع كل الشروط اللي حكيتها مع كل هالأشياء اللي عنده مجرد شك بسيط إنه كون إلو أحقية أو ملوش أنا بنصحه إنه يكدم وبعد نفحص ممكن يصير أشياء جديدة اللي ما نعرف فيها استثنائية طبعا وهذه مصارت بها كيف يكون الرد لما نقدم الطلب جودة تكريبا يعني بلسط أنه ضغط عليكم الطلب هو يكون الموافقة تكون مباشرة ولكن نحن ننتظر لحد الحصول على خار الاستمارات من مكتب العمل نحن نسلم بداية كل شهر جديد هل البني أدم سجل في مكتب العمل ولا إذا كان عنده معارض معين ويسجل بالضبط فأول ما يكدم لا يوجد أي مشكلة يكون معكم جواب يكون جواب للمواطن لكن نحن بانتظار من المكتب العمل لأنهم يعطونا أي جودة برانسي الموظف في مجال خدمة الجمهور في مؤسس التأمين المشاهدون والمشاهدات فاصل إعلاني ونعود مع المزيد ابقوا معنا